في الجزائر يعيش أزمة هذا ما يعكسه تقرير المناطي الدولية للسياحة لسيما وأن هذه الأزمة فرضها ركود النشاط السياحي بالجزائر بالرغم مما تزخر به من مقومات طبيعية تؤهلها لتشكل وجهة رئيسية للعديد من السواحة غير أن واقع الحال جعل منها بلدا منسيا لم يتعد فيها عدد السواح الأجنب 2.3 مليون سائح العام الماضي وهو عدد ضئيل مقارنة بدول الجوار على غرار تونس والمغرب التي جعلت من هذا القطاع مصدر الججل بالعملة الصعبة وإنعاش اقتصادها الوطني لا سيما وأن المغرب لوحدها استقبلت ما لا يقل عن 10 مليون سائح العام الماضي تليها تونس بنسبة 6.3 مليون سائح هذا الوضع الذي جعل الجزائر تحتل ذيل الترتيب في قائمة التصنيف ساهمت فيه عدة عوامل بدءا بتهميش السلطات لهذا القطاع فضلنا